اشتركوا في القناة اهم العلوم اللي ظهرت في مصر القديمة كان الحساب الهندسة الفلك الطب والتحنيط الكيميا تعالوا بقى نشوف كل علم المصر القديم استخدمه في ايه اول حاجة مثلا الحساب اهتم المصريين والقدماء بالحساب لان طبعتهم واحتياجاتهم قدتهم انهم ما يهتموا بالعلم ده زي ايه زي فيضان او قياس فيضان النيل زي تقدير الضرائب والمعاملات التجارية ما بينهم وما بين بعضهم حساب مواسم الزراعة تسجيل رواتب والموظفين والجنود يبقى الحساب بالنسبة لهم كانت حاجة مهمة جدا لحساب كمية الضرائب او لحساب فيضان او ارتفاع النيل تمام كده انهم حتى يتعاملوا بينهم وما بين بعضهم بالحسابات بتاعتهم عرف المصريين والقدماء اصول الحساب وقواعده استخدموا الجمع والطرح والضرب والاسمة خلي بالكو انهم توصلوا حتى للقسور العادية عارفوا علم المساحة وقدروها بالزراع والقدم كانوا بيبتدوا يقيسوا الاراضي الزراعية ما عندهمش متر وما عندهمش الادوات دي طب يعملوا ايه؟ كانوا بيقيسوا يا ولاد بالزراع والقدم يعني بالايد ماشي وبمساحة الرجل ده كان ادوات القياس عند الكدماء المصريين اتنين اكتر علم نبغوا فيه المصريين الكدماء هو علم الهندسة علم الهندسة يا ولاد هما اللي وضعوا قواعده ونظرياته ووصلوا فيه زرواتهم في عصر بناء الدولة القديمة او عصر بناء الاهرامات خلي بالك ان هما استخدموه كمان في حاجات تانية غير الاهرامات زي تخطيط المدن مثلا اعرق المدن المصرية القديمة اتأسست على يد الكدماء المصريين طبعا بوجود علم الهندسة اتنين بناء المقابر والمعابد والصوامع حفر الترع كل ده كان تحت بند علم الهندسة تالت علم عندي كان علم الفلك علم الفلك يا ولاد هو علم النجوم والاقمار والكواكب تعالوا نشوف بقى كان الاقتران الدين بحياة المصريين الكدماء اثر في تطور علم الفلك ليه؟ ايه دليل على كده؟ اول حاجة كهنة اون هوليوبلس او كهنة هوليوبلس اول من اهتموا بدراسة علم الفلك وتوصلوا الى معرفة الكثير من مواقع النجوم والكواكب مثلا عارفوا حاجة اسمها التقويم الشمسي برع المصريين الكدماء في علم الفلك طب ايه اكبر دليل على انا بقوله؟ هي تعامد الشمس على وجه رمسي ستاني مرتين في السنة تخيل ايه هي المرتين دول؟ مرة يوم ميلاده ومرة يوم تولي العرش طب هما زبطوها ازاي؟ عارفوا يظبطوا ان الشمس تيجي على وجه رمسي ستاني مرتين ازاي في السنة؟ بيقولك ده كان علم الفلك بالنسبة لهم ما هو ده تقدم اللي هما وصلوله في الوقت ده؟ نقل كمان الامبراطور الروماني يوليوس قايصر التقويم الشمسي من عندي الى روما من الدولة المصرية القديمة لروما يعني التقويم الشمسي اللي كانت بتستخدمه روما كان بتاعي انا وده كان بيدل اكتر على تطور علم الفلك في مصر القديمة اربعة الطب والتحنيت عارف عن مصريين الكدماء التخصص في الطب فكان هناك اطباء للجراحة للأسنان للعيون للنساء وكان في مصر الفرعونية مستشفيات لعلاج المرضى وصرف الأدوية اشهر الاطباء اللي كانوا موجودين في الوقت ده يا ولاد الطبيب ايمو حطب وامو حطب بن حابو شروط المصريين للمتحقين بمدرسة الطب طبعا كان في شروط عندي لازم اختارها في اللي بيدرس علم الطب زي ايه زي كسير الصمت ما بيتكلمش كتير اتنين يكون حكيم وامين ورحيم لانه هيتعامل مع المرضى ده كان علم الطب والتحنيت كده كان علم الطب تعالوا نشوف بقى علم التحنيت بتاعي كان بيتكلم في ايه علم التحنيت من أبرز علامات الحضارة المصرية القديمة خلي بالك وهو سر لغاية دلوقتي احنا معرفناش المواد المستخدمة في التحنيت بيقولي كده ان كان دليل على تقدم المصريين القدماء في الطب والتشريح اهتم المصريين القدماء بالتحنيت بسبب اعتقدهم في البعث والخلود عشان كمان يحموا جثتهم لان هما كانوا هؤلاد بيعتقدوا في البعث والخلود وطبعا طالما ان الروح هتترد تاني للجسد فالجسد كان لازم يبقى سليم قبل موته زي بالضبط بعد موته فكان ساعتها اخترعوا حاجه اسمها التحنيت خمسة الكيمياء نبغى المصريين القدماء في علم الكيميا والصناعات الكيميائية ودخلت طبعا في صناعة الزجاج البرونز حتى كمان اعداد الميت في عملية التحنيت كانت بتخش فيها عملية الكيميا العقاقير والادوية البرشام يعني برضو دي كان بتتعامل فيه علم الكيميا الاصباغ الالوان ادوات التجميل العطور كل ده كان بيخش تحت علم الكيميا عشان كده احنا بنقول المصريين القدماء نبغوا في علم الكيميا خامس علم عندي هو العمارة تعالوا نشوف شكل المباني بتاعة المصريين القدماء كيتعاملة ازاي يطرى المباني او شكل المعابد كان في مصر القديمة مختلف عن باقي الحضارات ولا لا تعالوا نشوف تعبر العمارة عن ثقافة الامة وامكانياتها الاقتصادية والبشرية تميزت عند المصريين القدماء بالبساطة والفخامة والعظمة طبعا بيقولك ان هناك علاقة بين العمارة والعقيدة الدينية لدى المصريين القدماء المعابد اللي ببنت يا ولاد خلاص او شكل المقابر اللي عملوها او بنوها شوية ده المساكن من الطوب اللبن والطين باعتبارها مساكن مؤقتة يعني مكان مؤقت هما يعيشوا فيه فترة وهيموتوا عشان كده هما بنوها من الطوب اللبن ايه سرعة عامة هتتهد لكن خلي بالك ان هو ههتم جدا بالمعابد شوية ده المعابد من الحجر باعتبارها بيوت للمعبودات والمقابر برضو شيدها من الحجر لان ده البيت بتاعه اللي هيعيش فيه فترة بعد البعث خلاص عشان كده هو بنى البيت اللي كان في الحياة بتاعته اللي كان عايشها من الطوب اللبن بنا المقبرة بتاعته من ايه بناها من الحجر عشان هي دي اللي هيعيش فيها من فترة بعد البعث انواع العمارة في مصر القديمة واحد كانت المدن تم تخطيط المدن على شكل دائرة يحاب بها صور من الطوب اللبن وبها حصون وقلاع حربية بتحميها وطبعا بدنقسم المدينة جوه الى احياء سكنية قائمة على اساس طبقي خلي بالك ان احنا اخدنا قبل كده ان المجتمع المصري القديم كله قام على الاساس الطبقات احياء الطبقة الفقيرة كانت بيوت الفقراء يا ولاد تعتبر متلاصقة في بعضها والشوارع بتاعتها شوية شوارع ديئة احياء الطبقة المتوسطة كان شكلها احسن شوية من احياء الطبقة الفقيرة تالت حاجة عندي احياء الطبقة العليا ودي كانت لكبار رجال الدولة وهي طبعا بتتميز بالفخامة ووجود حضائق خضرة ومراكز ادارية ودينية وبتتمثل برضو موجود فيها المعابد والمنشآت العامة من اشهر المدن اللي كانت موجودة في الوقت ده اخي تاتون منف طيبة دي كانت من اشهر المدن في مصر القديمة يبقى اول حاجة عندك كانت المدن اتنين المقابر شكل المقابر في مصر القديمة كان عامل ازاي وهل برضو اختلف باختلاف الطبقات تعالوا نشوف تطورت من حفرة في الارض الى مصطبع تحتها غرفة او اكثر للدفن ودي طبعا كانت بالاول بتبنى من الطوب قلبن ثم بتاعت تظهر فكرة الاهرامات الكاملة يا ولاد اهرامات كاملة ضخمة مثل اهرامات الجيزة ابتدوا بعد كده يطوروها شوية قالك لا الاهرامات احنا مش عايزينها طب هنعمل ايه هنعمل مقابر منحوطة في الصخر زي مقابر الدولة الحديثة زي ايه زي مقبرة وادي الملوك في غرب الاكسر بيقولي هنا بما يتفسر اهتمام المصريين القدماء بمقابر الملوك اشمعنا مقابر الملوك بالذات اهتمنا بيها قالي اول حاجة لان كانت فكرة ان الملك هو الملك المقدس دي اول حاجة تاني حاجة عندي كان يا ولاد بيبقى فيها مقتنيات وذهب واشياء اللي كان بيستخدمها او اللي كان هيستخدمها في العالم الاخر كانت لازم تتشال معاه فالمقتنيات دي كان لازم يشلوها من اللصوص او يخبوها من اللصوص اتنين للحفاظ على جثة الملك بعد الموت وهو شرط لبعث شعب الملك بعد الموت يعني عشان خاطر الشعب كله يحصل له بعث بعد الموت لازم الملك هو اللي يديهم القرار بكده فكان لازم يحفظه جثة الملك عشان كده هم اهتموا جدا جدا بمقابر الملوك فعشان كده رحوا عملوها فين؟ في الصحراء جوه الحجر تالت نوع من أنواع العمارة في مصر القديمة كانت المعابد يا ترى كان شكل المعابد عامل ازاي؟ هل كمان المعابد كان لها أنواع جوه في مصر القديمة؟ ايوة انا كان عندي نوعين من المعابد اول حاجة عندي المعابد الجنائزية ومن اسمها بتقوم فيها الجنائز على روح الملك المتوفي تقوس الجنازة على الفرعون وبتقوم فيها الصلوات الدينية وبيكتب على جدرانها تواريخ أسرة الفرعون وأصله ونشأته من اشهر المعابد الجنائزية في مصر القديمة كان معبد الملك منتو حطب التاني ومعبد طبعا الملكة حتشبسوت في الدين البحري ومعبد الرميسيوم اللي بناي الملك رامسيس التاني غرب الأكثر تاني نوع عندي من أنواع المعابد يا أولاد معابد الآلهة كانت معابد بتبنى بأمر من الملك وده بيشترك فيها عدد من الناس في البنى الغرض منها كانت بتقوم فيها الصلوات اليومية على المعبودات للدولة وبيقوم بها الكهن الأكبر نيابة عن الملك من أشهرها معابد الكارنق إدفو الأكسر أبو سنبل هيبس بعد ما خلصنا العمارة تعال أقول لك شكل الفنون في مصر القديمة كان عامل إزاي تأثر الفن المصري القديم بعدة عوامل تمثلت فيه مقاومات البيئة المصرية الإنسان المصري الحس المرهى في الإنسان المصري يعني هو كان فنان فعلا تطور الأحداث السياسية والاجتماعية وطبعا العقائد الدينية أول حاجة عندي فنون مصر القديمة كانت النحت بيقول لي اختلفت الخامات التي استخدمها المصر القديم في النحت من دولة لدولة يعني مثلا في عصور مع قبل الأسرات ابتدى يستخدم الطين والعضم والعاج ابتدى بقى في عصر مع قبل الأسرات يستخدم النحاس وبعد كده التماثيل الحجرية كانت في أواخر العصر العطيق من أشهر التماثيل اللي كانت موجودة عندي في عصر الدولة القديمة كان تمثال الملك خفرع وأبو الهول ده كان في عصر الدولة القديمة وطبعا تمثال الملك تحطمس الثالث في عصر الدولة الحديثة تاني نوع من أنواع الفن في مصر القديمة كان الرسم والنقش وده ظهر أكتر يولاد في عصر الدولة القديمة وتطور في عصر الدولة الحديثة وطبعا كان مين مركز الإبداع الفني كانت طيبة وازدحمت بالعمال والفنانين المهرة بالجانب الغربي من المدينة من أنواع الرسم والنقش في مصر القديمة كانت الرسوم الهزلية اللي احنا بنسميها دلوقتي الكركاتير بيقول لي ظهرت في عصر الدولة الحديثة وكان الهدف منها التعبير عن الوضع السياسي والاجتماعي للدولة بس بطريقة سخرة شوية من أمثلاتها رسم هزلي لقط يقود مجموعة من الأوز وده شكل الصورة قدامك تعالوا نشوف شكل التواصل الحضاري والثقافي في الحياة الثقافية والفكرية ما بيننا وما بين البلاد المجورة بيقول لي أول حاجة التواصل الثقافي والفني المصري مع أفريقيا شمال السودان بيقول لك كده من أهم مظاهر تأثير شمال السودان بالحضارة المصرية القديمة كان بناء المقابر على شكل أهرامات صغيرة زي ما أنا عملت الأهرامات هم كمان عملوا الأهرامات بنوا المقابر على شكل أهرامات صغيرة والرسم على جدرانها وطريقة الدفن يعني كمان أخذوا مني طريقة الدفن بتاعتي انتشرت عادة التحلي بلبس الأقراط المستديرة للرجال يعني هم كمان كانوا بيلبسوا أقراط اللي هي السلاسل للرجال أدخل الفنانون قديما تعديلات على الفخار النوبي الأحمر وأنتجوا منه أشكال دقيقة بناء وتجميل معبد كوة ومعبد أمون بجبل البركل بالنوبة تعالوا بقى نشوف استنتجت إيه من الجزء اللي فات كله بيقول لك كده بعد توضيح أهم الجوانب في العلوم الطبيعية والتحنيت والنحت والنقوش وغيرها من العلوم في مصر القديمة تعالوا نشوف إيه هي أهم نواتج التعلم 1- هناك علاقة بين تطور العلوم المصرية والحياة الدينية 2- هناك علاقة بين علم التحنيت والعلاقات المصرية الخارجية كنا بنستورده من برة نستنتج أن المصر القديم ربط بين جوانب حياته المختلفة وبين تطور الأدب والكتابة بعد نواتج التعلم بنعمل إيه؟ بنطبق سؤال واحد أبدع المصر القديم في علوم مرتبطة بالجوانب الدينية والعلوم الطبيعية منها علم الفلك والحساب الطب والنحت الفلك والرياضة الهندسة والطب طبعا الإجابة بتاعتك البديل رقم ألف الفلك والحساب لأن الفلك مرتبط بالعبادات وبناء الأهرامات وبكده نكون انتهين من حلقتنا النهاردة هي كانت حلقة الحياة الثقافية والفكرية الجزء الثاني محتاجة تراجع الجزئين على بعض أشوفكم على خير الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته